اهلا بكم متابعين صفحة اهل مصر ورمضان كريم عليكم وانا معاكم دكتور ابراهيم عبدالحكيم استشارة التغذية العلاجية والتخصيص اه تكلمنا بحلقات كتيرة عن الافتار الصحي والصيام والصحور الصحي اه النهاردة هنتكلم على اه حاجة اه يعني بتقصر في رمضان اه وبتزداد اه اثناء فترة اه الافتار وهي الحلويات الحلويات طبعا والسكريات يعتبر اللي هي اه الجسم احيانا بيحتاج منها الكميات قليلة جدا بس نتيجة ان رمضان احنا عندنا اه يعتبر بنحوله زي مناسبة لتجمعات عائلية اه فبتكصر فيه الحاجات اللي هي الحلويات اه بتكصر فيه السكريات اه بيكصر فيه المشروبات اللي هي فيها كمية كبيرة من السكر اه اه فطبعا اه الحاجات دهياتي يعتبر اه اولا بالنسبة لبعض الامراض المزمنة زي السكر بتكون فيها مشكلة كبيرة جدا ان هي بتعلي السكر في الدم فيحصل عندي مشاكل صحية نتيجة عدم انتظام السكر اه طبعا الحلويات بتكون اه فيها كمية كبيرة من الدهون طبعا الدهون اللي اه اه لما بزيد فيه الدم اه بيزيد الكوليستيرول فيبدأ يعمل عندي اه مشاكل في اه الشرايين والاوردة يحصل عندي زي تصلب للشرايين يحصل عندي اه ارتفاع في الضغط ممكن يحصل عندي مشاكل في اه القلب اه كل الحاجات دهياتي طبعا هي اه بتكون سببها ان انا بافرط في كمية الحلويات اه طبعا اه في عندي مشاكل تانية تتعلق بزيادة الوزن ان انا لو كل يوم اكلت كمية حلويات كبيرة فانا باخد سعرات حرارية عالية فالجسم بيخزن السعرات الحرارية دي لدهون الدهون تبدأ تزيد في الجسم فيبدأ يزيد الوزن طبعا مشاكل زيادة الوزن زي ما احنا عارفينها كتيرة جدا ممكن تعمل عندي خشونة في المفاصل اه ممكن يعمل عندي التهاف في العضلات ممكن يحصل عندي اه مشاكل في البشرة وسواء جفاف في البشرة ممكن يحصل عندي اه التهابات اه في الجلد نتيجة الالتصاقات اللي ممكن تحصل فزيادة الوزن اه بيكون سببها اه افراط عالي سواء في الحلويات او السكريات طيب انا اه الحلويات لو انا هاخد منها في رمضان ايه الطبيعي اللي انا اخده الطبيعي ان انا اخد اه من مرة او مرتين في الاسبوع يعني ما زودش عن مرتين في الاسبوع طبعا الناس العادية اللي هي اه وزنها مش عالي ممكن يتوصل لتلات مرات او اربعة مفيش مشكلة الناس اللي هي اه وزنها عالي ممكن نقلل اه مرة كفاية او في خلال الاسبوع طيب ناخد كام قطعة من الحلويات هو الافضل ان انا اخد من قطعة لتلات قطعة لو زادوا قوي ممكن يوصل لخمس قطعة بس القطعة تكون اه حجم صغير عشان انا مستهلكش اه كميات كبيرة من الحلويات يفضل ان انا اطاحها لآ قطعة صغيرة آآ في نفس الوقت الحلويات آآ يفضل ان انا اه مشتريهاش جهزة اعملها في البيت عندي على اساس ان انا هتحكم في كمية السكر والدهون اللي انا بعملها بيها آآ نحاول برضو آآ اني الاصناف نغيرها ما يبقاش حاجة سابتة آآ على مدار الشهر آآ بحيس ان انا يبقى اخدت من الحاجات اللي انا دقت يعني او اكلت من الاصناف اللي انا عايز اكلها آآ ما يبقاش كلها في وقت واحد على اساس ان انا ما اخدش منها كميات كبيرة آآ طبعا آآ محتاج برضو ان انا آآ امارس رياضة بعديها على اساس ان انا اتخلص من السعرات الحرارية اللي انا اخدتها آآ يفضل ان انا استبدلها آآ بالفواكه الطبيعية يعني طبعا آآ كل ما كانت كمية الفواكه الطبيعية فيها كل ما كانت افضل لاني هيبقى في عندي الياف آآ صحية وهيكون فيه سكر طبيعي آآ طبعا برضو الناس اللي هي آآ سواء بتعاني من السكر او زيادة الوزن احاول ان انا استبدل السكر الطبيعي بالحاجات اللي هي بداية للسكر اللي هي السكر الفواكه آآ هو بيديني نفسه طعم السكر وفي نفس الوقت آآ ما بيدينيش سعرات حرارية عالية او ما بيرفع ليش السكر في الدم فما بيصليش مشاكل صحية آآ بسبب آآ زيادة السكر آآ محتاج برضو ان انا زي ما قلنا ان انا آآ اشرب مية كتير ان انا برضو احافظ على النظام الغذائي الصحي بتاعي على اساس ان انا ما اكلش كميات حلويات كبيرة يعني آآ يكون بينها وبين الافطار آآ على الاقل ساعتين على اساس ان ما تحصلش تخمر او ما يبقاش مع وجبة الافطار فهيبقى في عندي كمية سعرات حرارية داخلت الجسم في وقت واحد آآ طبعا رمضان كريم علينا واحنا آآ محتاجين نطلع منه بصحة وعافية آآ بعيدا عن المشاكل الصحية وبعيدا عن زيادة الوزن وكل سنة وحضراتكم طيبين وامنياتي بالصحة والعافية لكم جميع اشتركوا في القناة